للمزيد تنضم إلينا من رام الله ولاء السلامين مرسلتنا ولاء الاقتحامات المتتالية الآن في بيت أمر في نابلس في الخليل في طول كرم ما الذي يحدث وماذا عن حصيلة الشهداء والمصابين والذي تابعنا جانبا منها فيما مضى من ساعات نعم هناك بعض المناطق التي انسحبت صباحا هذا اليوم منها قوات الاحتلال على سبيل المثال من مخيم عسكر وبلاطة وغيرها من المناطق لربما أيضا مناطق الجنوب ولربما تكرر هذا الاقتحام لبعض البلدات والقرى والمخيمات ولكن العملية التي لا زالت مستمرة وأكثر من عشرة ساعات هي مدينة طول كرم ومخيم طول كرم أيضا نتحدث عن عملية اغتيال لتسعة شبان فلسطينيين في مخيم بلاطة ومخيم طول كرم وكان هناك بقصف جوي بطائرات مسيرة على هؤلاء الشبان في مخيم بلاطة بطائرة مسيرة على مركبة فلسطينية تحوي خمس الفلسطينيين ومنهم قائد كتيبة بلاطة عبدالله أبو شلال وغيرها من الفلسطينيين وبينهم أشقاء أيضا في مدينة طول كرم ومخيمة حيث استغرقت ولازلت العملية والاقتحام السمر في مدينة طول كرم ومخيمها وطائرة مسيرة قامت بإطلاق عدد من الصواريخ على شبان الفلسطينيين أعاقت حركات المركبات الإسعاف وحالت دون وصولهم إلا بعد ساعات من بعد أن عزف الشهداء الأربعة في مخيم طول كرم وبعد ذلك قامت بالسماح لصواقم الطبية بدخول إلى المخيم لازلت مدينة طول كرم ومخيم طول كرم محاصرين وأيضا كان هناك تهديدات للصحفيين بأنهم إذا ما كانوا بعيدين عن هذا الحدث سيتم إطلاق النار عليهم أيضا محاصرة مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طول كرم وأيضا مستشفى الأمل وغيرها من المستشفيات تقوم قوات الاحتلال بمحاصراتها والآن بين الحين والآخر يسمع الفلسطينيون في المخيم وخرج المخيم بسماء دوي انفجارات وهناك مقاومة الشباكات عنيفة ما بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين وأيضا تفجير لعدد من المنازل ومداحمات وبعض الاعتقالات التي لا تتضح الصورة بعد في مدينة طول كرم ولا في هذه النقطة منذ السابع من أكتوبر ووتيرة الاقتحامات الإسرائيلية متتالية لمدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية كيف تطور نمط المقاومة من جانب الشبان الفلسطينيين غير المنتمين أو للشبان المنتمين إلى بعض هذه الكتائب؟ نعم يعني منذ العام الماضي وقد شاهدنا اشتباكات يعني غير الاشتباكات التي كانت ما بعد اشتياح الفين واثنين كنا نتحدث عن مسيرات سلمية عن الحجارة لأننا نتحدث منذ العام المنصرم ولغاية الآن نتحدث عن اشتباكات مسلحة ما بين الحين والآخر ما بين مقاومين فلسطينيين وأيضا قوات الاحتلال تستخدم فيها الأكواع محلية الصنع وأيضا العبوات الناسفة محلية الصنع الاشتباكات لا تزال مستمرة ما بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال وأيضا رقعت هذا الاشتباك من الشمال وحتى الوسط وحتى الجنوب تزداد رقعتها بفعل أن قوات الاحتلال ترتكب المجازر وتنتهك أيضا البيوت وتقوم بإطلاق النار كما حدث يوم أمس في بلدة دورة حيث أطلقت الرصاص بشكل عشوائي واستشهد فلسطيني وفلسطينية ولم يكن لهم أي شيء من المقاومة سواء أن السيدة كانت على سطح المنزل والشاب كان في طريقه إلى منزل كل هذه ازدادت وثيرتها منذ السابع من أكتوبر وحتى منذ العام المنصر لتتسعى رقعة المواجهات ما بين الفلسطينيين وأيضا قوات الاحتلال بالاشتباكات المسلحة نتحدث عن الاعتقالات التي زادت وثيرتها نتحدث عن الأرقام وهي حصيلة تزداد ما بين الحين والآخر ولكن منذ منتصف الليلة الماضية وفجر هذا اليوم نتحدث عن على الأقل 45 فلسطيني تم اعتقالهم من منازلهم بينهم سيدتان وطفلان وأسرع محرارين ليبلغ عدد الذين تم اعتقالهم منذ السبع من أكتوبر ولغاية الآن نتحدث عن 6 ألاف وخمسة وعشرين فلسطيني تم اعتقالهم منذ بداية عملية طفان الأقصى ولغاية الآن أما بخصوص الشهداء فقد ارتفعت عدد الشهداء منذ السبع من أكتوبر ولغاية الآن نتحدث عن أكثر من 350 شهيدا بفعل أن قوات الاحتلال تقتحم هذه البلدات والقرى وتقوم بقصف المخيمات والبلدات وتقول أن هذه هي خلايا إرهابية بالنسبة لها ولا بالنسبة للفلسطينيين هم مقاومين فلسطينيين وأيضا تقوم بإطلاق الرصاص الحي باتجاه المواطنين وتستهدفهم ولا حقيقة الزملاء يعرضوا الآن لبعض اللقطات التي كانت في اقتحامات خلال الليالي القليلة الماضية والجبات العسكرية الإسرائيلية لا تحاصر فقط المستشفيات وإنما عمليات التوقيف التي تتم حتى لسيارات الإسعاف على النحو الذي نتابعه الآن شكرا جزيلا لك على الاتحال ولا السلامين مرسلتنا كنت معنا على الهواء مباشرة من رام الله شكرا جزيلا لك